السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة هشرح لكم ازاي تسهل الناس ان هي تكتشف قناتك على اليوتيوب او بمعنقضك ازاي قناتك تكون بدون القنوات اللي بتزهر في المقترح للمشاهد اول حاجة اعرفها لكم ان اليوتيوب بيقرأ الجمهور اللي موجود عنده بمعنى بيعرف ايه المحتوى اللي بيعجبهم وايه المحتوى اللي ما بيعجبهمش ايه المحتوى اللي بيديله لايك وايه المحتوى اللي بيديهم ان لايك اليوتيوب بيقدر يحسب الوقت اللي انا مقضيه جوه تطبيق اليوتيوب وبيقدر يشوف لو انا دخلت في قناة معينة زي القناة دي بيحسب الوقت اللي انا هتواجد فيه في القناة دي وبناء عليه بيبتدي يقترح القناة دي ضمن المشاهدات اللي انا هشاهدها ولا لا بيشوف ان الفيديو زي ده انا دخلته كمشاهده دلوقتي وطلعت منه خلاص دي كده تحسبت مشاهدة لكن ما تحسبتش وقت فعلي مش معنى كده ان هو نجح في الهدف بتاعها لازم قناتك تعرف كويس ان هي مش شرط تمشي بنفس الستايل بتاعها بمعنى قناتك النهاردة نزلت فيديو مثلا هروح عند قناتي انا من هنا قناتك قناتي نزلت فيديوهين والاتنين شرح ايه افضل مدة اشاهد فيها اعمل فيها الفيديو طويل او قصير وشرح برنامج يوتيوب استوديو هنا تقريبا كان الوقت قريب جدا من بعض الفترة اللي نزل الفيديوهين هنا هلاقي الاول خد تسعة وعشرين مشاهدة قبل يوم وخمسة وتمانين مشاهدة للفيديو التاني قبل ست ايام ده معنى ايه؟ معنى ان يوم من ست ايام قناتي كانت شغالة كويس وخدت خمسة وتمانين مشاهدة ولما نزلت الفيديو الجديد خدت تسعة وعشرين مشاهدة لو حسبناهم صح يطلع ان الفيديو ده هو اللي محقق اعلى على الرغم منه 29 ليلة انه يوم واحد لكن ده 6 ايام الست ايام عمل فيهم 85 فانا لو فضلت ماشي بواقع ده ده 15 مرة في اليوم ده تقريبا 10 مرات في اليوم طيب يبقى اهم حاجة لازم اركز عليها وانا بعمل قناتي او بنشئ الفيديوهات اركز على التالي ممكن الفيديو عندي يحقق وممكن فيديو ما يحققاش وده مش عيب لكن لازم انتبه للنقطة دي كويس اشوف ايه الغلط اللي حصل عندي عشان اتلفاه وابعد عنه في الفيديوهات الجاية وابتدي الفيديو عندي القليل المشاهدة عليه ابتدي ان انا حاول ارفعه بحيث ياخد مشاهدات اعلى ممكن ممكن ان انا اعرف الموضوع ده عن طريق برنامج اليوتيوب استوديو ان انا بدخل على اليوتيوب استوديو من هنا طبعا دي قناة تاني لكن انا اريكم ازاي احنا بنوصل للمعلومة بنوصل للمعلومة هنا وبنروح داخلينا على الفيديوهات وبدخل على فيديو معين زي الفيديو ده وبشوف هنا عرض احساقات الفيديو بشوف مشاهدات الوقت الفعلي وبشوف وقت المشاهدة بالدقيق وبشوف عدد المشاهدات اللي يهمني هنا الاحتفاظ بالجمهور زي ما شرحنا قبل كده ان كان فيه عندي نسبة تقريبا فيه ناس اتفرجت عليه على الاول دقيقتين كانت النسبة عالية جدا لكن لما بدأنا نوصل عند النهاية حافز تقريبا بنسبة نقول 15% الناس استمرت للاخر لكن ما حققش الطب اللي هو اللي حصل في الاول ان الناس دخلت شافت دقيقة او دقيقتين ومشيوا فهو دوا ان اقدر رئيس الفيديو بتاعي ماشي ازاي او اشوف ليه ليه المشاهد مقعدش معي وتفرج للنهاية هنرجع تاني للقناة العادية بتاعتنا ونقول ازاي اقدر اوصل ان اليوتيوب يقترحني للمشاهد اول حاجة لازم تعرفوا ان فيه هنا في البحث ده بحث اليوتيوب نفس البحث ده هو اللي موجود عند جوجل ازاي اكتب كلمة هنا واطلع فيهم انا دلوقتي في قناة اسمها للمة العلال والشرحات تمام نجيبها من هنا كده هي دي وحسابي تاني اللي هي اكل بشوات انا هاختبر ازا كانت اكل بشوات بتظهر في البحث الخاص باليوتيوب ككل ولا لا اكتب هنا مثلا اكلة كانت عندي اللي هي التوست السهل زي ما كنت بحث عنها قبل الفيديو بيطلع النتائج دي ادي واحد فيديو اتنين تلاتة اه انا طلعت رقم تلاتة هنا يا جمعة في المقترحات ليه؟ اول حاجة لان انا مشترك في القناة دي فهو بيحط له اهتماماتي دي من ضمن اللي انت مشترك فيه دي نمرة واحدة تاني حاجة تاني حاجة العنوان عندي انا لما كتبت التوست السهل هنا هو اول واحدة كنت انا كاتب الاسم هنا نشوفه هلاقي ان الاسم هنا فعلا التوست السهل فانا ضيقت نطاق البحث خليت يجيب الفيديو اللي انا بدور عليه عشان كده لما اخترت اسم في التوست السهل دخلت وشوفت الناس كتبه كتير ايه ففيه ناس كتبه طريقة عمل وفيه ناس وجبة اربع وجبات للفطور بالتوست فانا اختصرت ده كله وكتبت الاسم صغير يبقى لازم الفيديو اللي انا هنزله يكون وصفه او اسمه مطابق لما يبحث عنه الاخرون عاوز افهمكم حاجة ان الفيديو الجيد هو الاكسر تفاعلا وليس الاكسر مشاهدة الفيديو الجيد هو الاكسر تفاعلا وليس هو الاكسر مشاهدة فيديو زي ده تقريبا عمل كامل عمل 421 مشاهدة زي ما احنا شايفين هنا 421 مشاهدة في حين ان التعليقات عليه هي اللي بتثبت 55 يبقى هو ده اللي خد تعليقات كتيرة ده خد تعليقات كتيرة طيب تعالوا نرجع مثلا للتوست السهل ونشوف هو حاطت مين في البداية خالص هنا لو شوفنا الفيديو ده هلاقيه عامل 7000 اعجاب عامل 354 وكسور مشاهدة وتعالوا على التعليقات هل اعمل 557 يريد تفتكر معي الاركام كويس ده عامل 7557 تعالوا ناخد فيديو من توست السهل برضو بس هننزل تحت 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 شوية بحيث ان انا ايه نبتدي نشوف هو ليه اليوتيوب حاطت الناس دول تحت تعالوا عندي ده هتلاقوا الفيديو ده عامل كامل 193000 مشاهدة كده العدد بدأ يقل هناك كانت التعليقات 500 وكسور هنا التعليقات 133 نفهم ايه نفهم ان علشان اليوتيوب يقترحك ويخليك فوق هيبص لماذا تفاعل الناس معاك كام واحد عمل لك اعجاب كام واحد عمل لك تعليق معنى كده ان الناس يعني لو في خمسين هنا دخلوا وتفرجوا وعلقوا هيبقوا افضل عند اليوتيوب من ان مليون يدخل ويخرج بسرعة يعني انا مثلا الفيديو ده هدخل تمام طريقة تحضير خبز التوست بطريقة سهلة ونكحة وليتو كاتب كلام ومش عارفوا ايه فانا لا معجبنيش الموضوع الفيديو ده ده خد مني مشاهدة لكن ما خدش مني تفاعل لا خد اعجاب ولا خد دقيقة ولا خد تعليق عشان كده اليوتيوب بيحط قدام خالص فوق خالص للناس اللي هي الطب مين الطب؟ الطب اللي عمل تفاعل الطب اللي جاله تعليقات الطب اللي خد اعجابات حتى لو خد عدم اعجابات بيبص للنسبة معناها ان فيه ناس بتدخل وتشاهد للاخر وفيه حاجة بتعجبهم حاجة ما بتعجبهمش يبقى ده المفروض اعمل المحتوى مزبوط بحيث ان الناس تدخل تعمل تفاعل تعمل اعجاب تعمل تعليق طيب حضرتكم بتتساءلوا دلوقتي انت عمل تقول بنحط ازاي الاول يطلع ازاي الاول قلتلكم اول حاجة اختروا الاسم سهل طيب انا اختر الاسم سهل ازاي او اشوف اوصل المحتوى ده ازاي اول حاجة لازم يبقى دايما معاكم يوتيوب ستوديو عشان تعرف مين اللي بيزور قناتك وبيزورها من اي مكان اي مكان حط اكتر كلمات بتحدد محتوىك في البحث انا لو دخلت الفيديو بتاعنا التوست السهل اهو الفيديو مفهوش غير التوست فعلا مقادير وطريق التحضير وفي الاخر بيطلع ايش توست بس فانا كتبت توست سهل انا ما جبتش حاجة من برا لكن ما كتبتش عنوان طويل جدا تمام بصوا هننزل تحت 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 خالص هلاقي ان بدأت العنوان تبقى طويلة تمام خارج عن الموضوع يعني مثلا هنا ستة اشكال مملحة راقية سهلة وعلى قد الجيب بدون فرن واللمسة المغربية ما تختاش فين كلمة التوست السهل؟ فين كلمة التوست اللي انا بحثت عنها؟ فهو شايف انها مش هتفدني عشان كده خليها تحت وجاب لي اللي يفدني وخليها فيقل اين؟ ايوه في المقدمة طيب تعالوا بقى فهمكم العنوان ازاي نكتب عنوان صح يحقق لي اكبر نسبة من التفاعل مع الجمهور؟ وبالشكل ده اليوتيوب يكون مقبر انه يحطه في البداية في البحث وبالشكل ده اكون انا قدرت اخلي قناتي من ضمن القنوات اللي بتظهر في اول خمس اقتراحات عند بحث اليوتيوب اول حاجة احنا شايفينها انا كتبت التوست السهل وعملت بحث اول حاجة عيني بتيجي عليها قبل الصورة الكلام لان انا عملت بحث بالكلام فاول حاجة عيني هتيجي عليها الكلام اول عنوان باثنين كبات دي وملقتين زيت هتعملي احسن قالب توست سهل يبقى هو دلوقتي بيدي ايه؟ اه معلومة وبيحاول يجذب الجمهور انه يدخل بكباتين دي وملقتين زيت مع انه ممكن يكون فيه اضافات تاني كتير بس هو خلاص بيسحب الزبون علشان يجيبه ان هو يعود عنده ويتكلم يبقى اول حاجة اقول لكم النهاردة في الفيديو ده لازم العنوان بتاعك يكون دقيق مش طويل مش بالكم المهم الكيف علشان اقدر احصل على الجمهور اللي يرفع لقناتي عيني اول ما جات جات على العنوان العنوان لازم يكون نفس المحتوى اللي في الفيديو ما جبش كلام خارجي واحطه اي كلمة خارجية عن الموضوع بتخلي التصنيف بتاعي يبقى تحت مش فوق العنوان لازم يكون فيه اصارة فضول اصارة فضول انك تخلي الناس تدخل زي احط كلمة كيف تصنع التوست السهل احط كلمة هل تعلم ان كبيتين ممكن يعملو لك توست سهل كبيتين دي ايه وممكن اكتب عنوان يعني ايه مستفز لا تدخل مثلا المشاهد فيه ناس سهل او ان احنا نستفزهم ممكن اقول ما تدخلش تتفرج على الفيديو ده لو ما كنت الست هلاقي معظم اللي دخلوا على الفيديو ده رجالة ما هي كده خلف تعرف اهم حاجة بعد كده عندي وانا بختار العنوان اني ادور ادور يا جماعة دور شوف التوست السهل ده اتذكر فين مين الفيديوهات اللي عملته اي بلد في الوقت ده كان عندها الرنج عالي او الكلمة دي كانت واغدة اه اه كده هاشتاج كده يعني كده حاجة تريند كده حاجة طوب ألعب انا على الموضوع ده ان انا اشوف مين في الوقت ده هو اللي محتاج ان انا اوصله الفيديو بتاعي تمام هنتعلم حاجة كويسة جدا اللي هي عنوان الفيديو انا هتكلم مثلا عن مسلسل ادم تمام الناس كلها عارفة مسلسل ادم تعالوا نشوف نتيجة البحث مشهد احتنا المسلسل نصد تحمى أدم اصر اكتر د окواتز ، اعجب اصر من مسلسل ادم فروت KENNETH تحكي عنها فأنا ممكن بدل مكتب كل ده أكتب في الفيديو ده في أول واحد الحلقة الأولى وبعد كده أكتب مسلسل آدم في ده أكتب الحلقة الثانية مسلسل آدم في ده اتهام آدم في ده نقطة التغير في حياة آدم فأنا بدي المشاهد لقطة سريعة في كلمتين اتهام آدم هو عاوز يعرف سبب أن آدم تحط في كل المشاكل دي ليه هو كده فهم هو بيدور على إيه هيدخل على الفيديو هياخد مشاهدات و هياخد تعليقات و هياخد اشتراكات عشان الناس شايفة أن الرجل ده بيجيبه النهاية بيجيبه الخلاصة يبقى أنا لو بكتب اسم مسلسل أو هزيع مسلسل أو هعرض مسلسل اكتب حدث مهم حصل في الحلقة وبعد كده اكتب اسم المسلسل وبعد كده رقم الحلقة لأن اسم المسلسل مش مهم لأن أنا كده كده داخل أنا بدور عليه و رقم الحلقة معروف أن هي لها أرقع لكن اللي هم إيه هي نقطة التحول في المسلسل هي اللي أنا بدور عليها أنا مش عاوز أسمع المسلسل كله أنا عاوز أشوف إيه السبب اللي خلى آدم متحط في الموقف ده موسيقى موسيقى